أعوذ بالله يا شيخ والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا الله صمد لم يرد ولم يخولد ولم يقول له أن أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا الله صمد لم يرد ولم يخولد ولم يقول له أن أحد الله أكبر إلا ليه رحبا وحكيم قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يقل له أن أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل نعرض برب الفاق من شر ما خلق ومن شر رسل إذا وقل ومن شر نفسات في العقل ومن شر نفسات في العقل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر نفسات في العقل ومن شر نفسات في العقل الوفاق بسم الله الرحمن الرحيم لخلق وبابنسا ومن شرع الشياطان الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل غصلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن آكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويم من كتابنا ويسر حسابنا وثق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العديد وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراعتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشعنا وتدرعنا اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا وستجيب دعائنا وغفر احيانا ورحمتنا يا مولانا آمين يا رب العالمين يا رب العالمين المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر